اتصالات مصرية مكثفة سعيا لوقف فوري لإطلاق النار في السودان وحقل الدماء الجامعة العربية ترحب بتنفيذ اتفاق الإفراج عن الأسرى والمغططفين باليمن وتعتبره خطوة إيجابية نحو تمديد الهدنة وتسوية الأزمة ولي عهد الكويت يحل مجلس الأمة ويدعو الانتخابات عامة خلال الأشهر المقبلة التاسع عم ساء بتوقيت القاهرة استابعة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري أهلا بكم أهلا بحضراتكم تكثف مصر من اتصالاتها سعيا لوقف إطلاق النار في السودان والتهدئة وفي هذا الإطار أجرى وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي فيصل بن فرحان حول مستجدات الأزمة في السودان وخلال الاتصال اتفق الجانبان على ضرورة بزل كفة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها من جانبه أكد شكر أن الرسالة المصرية لطرفين السودانيين تشدد على أهمية تغليب الحكمة والاستماع لصوت العقل بشكل يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار وبما يسهم في حقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على مقدراته كما أجع وزير الخارجية صالين هاتفيين مع وزير خارجية جيبوتي والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان في إطار عضوية البلدين في الوفد المقرر إيفاده للسودان من منظمة إيجاد للوسادة في السودان وأكد شكري على أهمية التعامل مع النزاع الجاري في السودان باعتباره شأنا داخليا مع النأي عن التدخل فيه بصورة تفاقم من حدة النزاع كما شدد شكري على ضرورة التركيز على التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة تلقى وزير الخارجية سمح شكري اتصالا هاتفيا من نظيراته الفرنسية كاترين كولونا لتشوري وتبادل التقييم بشأن تطوراته في السودان وخلال الاتصال اتفق الجانباني على ضرورة العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت وحل الخلافات بين أطراف النزاع من خلال المفاوضات بما يحقن دماء الشعب السوداني ويعيد البلاد للمصار السياسي السلمي ناشد أمين عام الأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش الأطراف السودانية بوقف الأعمال القتالية وباستعادة السلام وبدء الحوار وحتى جوتيريش كلا من له النفوذ على استخدامه لدعم جهود إنهاء العنف في السودان واستعادة النظام من جهة أخرى يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لبحث الأوضاع في السودان وفقا لما أعلن عنه مبعوث بريطانيا بالأمم المتحدة أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا برئيس وزراء السودان السابق عبدالله حمدوك تبدل خلاله وجهة النظر حول الأزمة الجارية وسبل وقف المواجهة العسكرية وأوضح المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط يجري في الأوانات الأخيرة عددا من الاتصالات عالية المستوى بحثا عن سبل لوقف التصعيد العسكري الحالي والاستعادة الحوار بين الأطراف في السودان قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن الحلفاء يشعرون بقلق عميق حيال القتال في السودان ويرون أن القتال يجب أن يتوقف على الفور وأن يعود الطرفان إلى المحادثات وفي كلمة له على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع باليابان قال بلينكين إن مشاورات وثيقة جرت حول القتال سواء مع شركاء في العالم العربي وإفريقيا أو مع منظمات دولية كما أشار بلينكين إلى وجود رأي مشترك بدرورة اتخاذ خطوات لحماية المدنيين وغير المنخرطين في القتال والأجانب أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في السودان عبد الفتح البرهان قررا بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة على الدولة ووضحت وزارة الخارجية السودانية أن هذا القرار يرجع إلى الهجوم الذي بدأته قوات الدعم السريع على مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالية ببيت الضياف المجاور للقيادة العامة للقوات المسلحة وأضافت الخارجية السودانية أن الجهات المقتصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحمية جميع مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة في القرطوم أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية استعادة السيطرة على مبنى الإداع والتلفزيون وإعادة البث في غضون ذلك أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا حول استهداف بنايات بمحيط القيادة وأشار البيان إلى أنه يجرى استهداف لبعض البنايات بمحيط القيادة العامة منذ بداية التمرد للإيحاء بأن هذه المقرات قد سقطت بأيدي المتمردين تماشيا مع حملات تضليل الرأي العام رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باستمرار عملية تبادل الأسرى والمغتطفين بين الأطرف اليمنية واعتبر أبو الغيط خطط التبادل خطوة إيجابية لبناء الثقة من شأنها أن تسهم في إنجاح مساعي تجديد تمديد الهدنة وتعزيز فرصي الاتفاق على إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة اليمنية بالطرق السلمية معربا عن تطلعه لأن يتم متبعتها وتعزيزها بخطوات أخرى في القريب أعلن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن عن استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بإطلاق صراح 104 أسرى من الحوثيين لدى التحالف وقال المالكي أن هذه المبادرة تأتي دعما للجهود الرامية لتثبيت الهدنة ولتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية أعلن ولي وعهد الكويت شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة وقال ولي العهد الكويتي أنه احتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية تقرر حل مجلس الأمة لعام 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمدى 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة قال الرئيس روسي بلادمر بوتين أن بلاده لديها أولويات واضحة في استخدام قواتها المسلحة خاصة في الاتجاه الأوكراني وخلال اللقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أوضح بوتين أن مهام القوات الروسية تشتمل كذلك على حماية المواطنين في دومباس وفي المناطق الجديدة الأخرى التي انضمت إلى روسيا مؤكدا أن مهمة تطوير أسطول المحيط الهادئ لم يتم إلغاؤها أو إزالتها قال رئيس الإدارات العسكرية الإقليمية في منطقة خرسون الأوكرانية إن القوات الروسية هاجمت منطقة خرسون 46 مرة وأسقطت 170 قضيفة مضيفا أن القوات الروسية استخدمت المدفعية ثقيلة والطائرات بدون طيار في الهجوم حيث أصابت القذائف الروسية مناطق سكنية فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن 916 أسرة و225 منزلا غمروا بمياه الفيضانات كما توقفت خدمات النقل عبر 30 مدينة وكان تساقط الثلوب بكثافة دمر أحد السدود في مدينة كراماتوريسك شرق أوكرانيا مما أدى إلى تصرب المياه في الشوارع وفي بعض الأماكن سقطت الأشجار أرضا وانقطع الطيار الكهربائي هنأت سيد انتصار أسيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة احتفالات شامل نسيم وقالت أسيد انتصار أسيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التوصول الاجتماعي أتقدم بتهنئة لشعب المصري بمناسبة احتفالات شامل نسيم أدم الله فرحتنا وبهجتنا والسعادة في حياتنا كل عام ونحن جميعا بخير وسعادة استقبلت مختلف الحضائق والمتنزهات الزوار خلال عيد شامل نسيم وسط أجواء من الفرحة والسعادة شهدت حديقة الحيوان بالجيزة توافد العديد من الأسر التي جاءت لقضاء أوقات ممتعة في عيد الربيع أجواء من الفرحة والسعادة شهدتها مختلف الحضائق والمتنزهات خلال احتفال الأسر المصرية بعيد شامل نسيم حيث استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة العديد من الأسر التي جاءت لقضاء أوقات ممتعة بعد رفع الحديقة لكفاءتها استعدادا لهذه المناسبات كل سنة ومصر كلها طيبة طبعا يعني برضو مناسبة هامة جدا بيحضر فيها برضو كثير من الأسر المصرية وطبعا وزارة الزراعة الحقيقة يعني قدمت كل الدعم ويعني اشتغلنا في ثلاث محاور بالتنسيق مع الوزارة والحقيقة يعني الثلاث محاور دول بيشملوا أول محور هو محور استخدام حيوانات جديدة وصحة الحيوانات ومظهرها في العرض ده مهم جدا والحقيقة الفترة اللي فاتت يعني احنا يعني وفرنا حيوانات كتير وفي حديقة الأرمان كان الجمهور على موعد مع الاستمتاع بجمال الطبيعة والأشجار النادرة التي تحتوي عليها الحديقة منذ عشرات السنين حيث تجمعت الأسر وسط حالة من الفرح والابتهاج بفرحة الأعياد زي ما حديقة شايف كلها زرعة ونقدر نقعد هنا مع بعض عيلة بتبقى دايما منبقى منجمعين مع بعض هنا عيلة احنا جاين هنا نتبسط ونبسط العيال احنا بنيجي كل سنة هنا جاين مع العيلة بقى وماما والعيلة كلها وجاين نتبسط ونفرح وإحنا أصلا كل سنة بنيجي هنا يعني احنا بنحب نيجي دايما في يوم شام النسيم هنا في جنينة الأرمان لأن مكان جميل وكله خدرة وحاجة جميلة جدا جدا يتزامن الاحتفال بعيد شام النسيم وعيد القيام المجيد مع الاحتفال بقرب قدوم عيد الفطر المبارك حيث يحتفل سير المواطنين أقباطا ومسلمين بهذه المناسبات العزيزة على نفوس قلوب كل المصريين أحمد الحسيني التلفزيون المصري قدم محافظ القليبي عبد الحميد الهجان هدايا الرئيس عبد الفتح السيسي للأطفال خلال تفقده حضائق مدينة القنطر الخيرية بمناسبة عيد القيامة وعيد شام النسيم وعرب الأطفال عن فرحتهم الغامرة بهدايا الرئيس السيسي مقدمين له الشكر على حرصه على مشاركتهم فرحة شام النسيم وعيد القيامة توافد الألاف من المواطنين بجميع المحافظات المجاورة للبحر الأحمر على شواطئ مدينة الغردقة احتفالا بعيد شام النسيم كثفت جمعية الإنقاذ البحري من دوريات الإنقاذ على جميع الشواطئ التي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور مع توفير سيارات الإسعاف بالطرق السريعة على مستوى المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع الاحتفال بالأعياد تشتهر مدينة نبرو في محافظة الدقهلية بصناعة الفسيخ منذ عقود حيث تلقى تلك الصناعة أقبالا كبيرا في مواسم الأعياد وشام النسيم وبدأت مدينة نبرو استعداداتها لاستقبال المواطنين وبيع الأسماك المملحة احتفالا بعيد الربيع ويتزمن موسم شراء الفسيخ للعام الثالث على التوالي مع شهر رمضان منذ عشرات السنين تعرف مدينة نبرو في محافظة الدقالية بصناعة الفسيخ تلك الأكلة الشعبية التي تلقى رواجا كبيرا في مواسم الأعياد وشام النسيم وترجع أصولها للمصريين القدماء تقع نبرو على الشاطئ الغربي لنهر النيل فرعي ضمياط حيث يوجد أكثر من خمسين مصنعا وخمسة وستين محلا لتصنيع وبيع الفسيخ وتستعد مدينة نبرو لاستقبال عيد الفطر المبارك بتجهيز آلاف الأطنان من الفسيخ أجواء شام النسيم السنين دي زي السنين اللي فاتت زي السنتين اللي جي فيهم شام النسيم في رمضان الإقبال ضعيف شوية بس بيتعوض في العيد بدأت مدينة نبرو استعداداتها لاستقبال المواطنين وبيع الأسماك المملحة احتفالا بأعياد الربيع ويتزامن موسم شراء الفسيخ للعام الثالث على التوالي مع شهر رمضان المبارك مما يتسبب في ضعف الإقبال على شراء الأسماك المملحة مقارنة بالأعوام الماضية وذلك لصعوبة تناولها خلال الصيام سنة دي الفسيخ هو في العيد والعيد جاي معا شام النسيم بس العيد أحسن من شام النسيم الحمد لله ربنا بيعوض الناس في العيد فيه إقبال كبير قوي قوي في العيد وجاي سنة دي الكحك والفسيخ سنة دي مع بعض كل صنوات طيبية مدينة نوروب تشتهر في الفسيخ من حيث الجودة والسعر والنظافة والأمانة وكل حاجة عن أي بلد تانية هذا العام يتجه العديد من الزبائن خاصة السيدات إلى الفسيخ المخلي الجاهز ويعد هذا النوع من الفسيخ المخلي ابتكارا من البائعين في نبرو لجذب وتشجيع السيدات خاصة لشرائه لسهولته ويعتبر جاهزا للأكل مباشرة تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعمال بناء القاطرات الجديدة محمد نجم ومحمد الغمري وجلال الديب وذلك على هامش زيارته لترسانة بورسعيد البحرية اطلع رئيس الهيئة على مستجدات أعمال بناء القاطرات الجديدة وذلك ضمن التعاقد بين هيئة قناة السويس والشركة جوانزو الصينية والذي يتضمن بناء عدد ست قاطرات جديدة منهم ثلاث قاطرات بالترسانة الصينية تم الانتهاء من بنائهم بالفعل فضلا عن ثلاثة مماثلة بترسانة بورسعيد الجد البحرية تواصل معرض أهلنا رمضان المتشرة في أنحاء محافظات دميات تقديم وبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار منخفضة تصل نسبتها من 30 إلى 40% تتضمن المعرض سلع غذائية وجميع لوازم كعك العيدة بمناسبة عيد الفطر بأسعار مخفضة وأقل من الأسواق الخارجية إلى جانب القسم الخاص بالمجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ويتضمن المعرض أشغالا يدوية ومفروشات والله أنا جيت المعرض عشان أجيب حاجات رمضان وحاجات العيد فجيت جبت كحك العيد وجبت الغريبة وجبت بسفوت وجبت كراملة وشوكولاتة بجميع أنواعها الحاجات جميلة جدا ورخيصة المعرض متواجد فيه جميع المفتلزمات من كحت العيد والفراخ البرازيلي والرز بسعر خمستاشر جناه وملابس ويمش رمضان والسكر والزيت وكل المنتجات موجودة الحمد لله متوفرة عندنا وأسعار مرتاحة عن الأسواق حقيقة يعني الأسعار أرخص من بره بكتير في متناول الجميع وبرضو شتيت قبل كده كان المرة اللي فاتت شتيت رز وزيت وحاجات من هنا كل ما بعض حاجة باجأ أخدها من هنا لأن الأسعار أرخص من بره بكتير يعني تتواصل سهرات دار الأوبرا المصرية ضمن حفلات رمضانية على المسرح الصغير وقدمت فرقة المركز الثقافي اليمنى بالقاهرة نماذج من التراث الفني المحلي فقرات فنية مختلفة قدمتها فرقة المركز الثقافي اليمنى بالقاهرة لتكون بداية افتتاح الليالي العربية الرمضانية التي تستضيفها دار الأوبرا المصرية فهذه الأعمال الغنائية الفلكورية تجسد التراث الفني المحلي اليمنى ليكون المصرح الصغير محطة لتبادل الثقافات العربية على أرض مصرية فيه أولا فيه البرع الشعبي وفيه ألوان كثيرة زي اللون الحضرمي زي اللون الصنعاني زي اللون التهامي فيه أنواع كثيرة إن شاء الله حنقدمها النهاردة نستطيع أن قرى القاهرة أصبحت بمثابة عاصمة لليمنيين بعد أن سلبت منهم مع وصمهم للأسف الشديد وهنا الكثير من الجالية من الفنانين والأدباء والمثقفين اليمنيين موجودين في مصر ونتمنى أن تكون هذه الفعاليات هي يعني من البداية أن تعكس وأن نتمكن من أن نعكس جزء بسيط من الثراء الثقافي والفني اليمني موجود في الله وهنا عبر صروح المصر العريقة نحن النهاردة بصدد إقامة حفل فني ضمن الليالي الرمضانية التي تقيمها دار الأبرى المصرية طبعا بصحبة مجموعة من العازفين اليمنيين والإيقاعين والفنانين أيضا اليمنين سنشارك الليلة في هذا الحفل وهو سيتضمن أعمال دينية بالإضافة إلى أعمال ثراثية يمنية يعني فرقة المركز الثقافي اليمني تضم ثمانية عشر فنانا وفنانة من الجالية اليمنية المقيمة في مصر وشاركت في العديد من المناسبات الدولية ليقدموا صهرة يمنية للتعريف بالتراث اليمنية فضلا عن خلق حالة من البهجة والاستمتاع بليالي شهر رمضان معبرين عن سعادتهم باستضافة مصر لهم نحن طبعا سعيدين بهذه المشاركة في دار الأبرى طبعا الصرح هذا الكبير والتاريخي اليوم بنقدم أعمال تراثية يمنية متعلقة برمضان ومتعلقة برضو في الأعمال التراثية اليمنية بجميع الألوان هدفي أني أكون صاحب رسالة بالذات في اللون اليمني احنا تراث في اليمن مش معتمدين قوي بشكل للناي فكوني من أحد عازفين الناي في الجمهور اليمنية وهم قليلين جدا هدفي أني أوصل رسالة تراث اليمني بالناي ومزق الثقافات والشعوب والتراث الي احنا بنقدمه في المسرح بها كان بأسلوب كويس وعازف مختلف في الألوان ان شاء الله أتشرف جدا أن أكون موجود في هذا المسرح الكبير مسرح الأبرى دار الأبرى المصرية بإذن الله بيكون من أي مشاركة غنائية وكمان أنا مصاحب مع الفرقة الموسيقية كعازف كيبورد وإن شاء الله تسمعه اليوم تراث احنا عن أدي لون حضرمي لون تهامي لون صنعاني لون برع حيمي ألوان هولا الذي ذكرتين لك جيت أمثل اليمن ونقدم في النهار هذا رقصات عديدة ومتنوعة ومنها أن نبدأ إن شاء الله الافتتاح في دار الأبرى في مصر الافتتاح ببرع حيميهم عن مبدأ ملاطف الحميدي وبعدها نقدم كثير من الألوان العصفة البرع تعبر عن تراث يمني وهي معزوفة تسمى عندنا آلة من آلات الحروب انطلاق الليالي العربية والإسلامية يأتي ضمن البرنامج الرمضاني الذي أعدته دار الأبرى المصرية ويتضمن عددا من الفعاليات الثقافية والفنية طوال شهر رمضان على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية تحت شعار ليالي رمضان الثقافة في كل مكان محمود جميل التلفزيون المصري تشهد محلات الحلوى والمخابز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقبالا كثيفا خلل شهر رمضان الكريم وتشتهر بعض البلدان بإدخال لمسة حدثة على هذه الحلوى التقريدية مما يمنحها مذاقا قصا تشهد محلات الحلويات والمخابز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زحاما شديدا خلال شهر رمضان حيث يشراق الصائمون لشراء حلويات شهية مقرمشة أو ناعمة مغموسة في شراب سكري أو محشوة بالمكسرات والتمر للاستمتاع بها بعد الإفطار من الغروب وحتى بزوغ فجر اليوم التالي وتصنع معظم المتاجر المعروفة هذه الحلويات الشهيرة منذ أجيال وتنتظر معظم العائلات عاما كاملا تقريبا حتى تستمتع بمذاقها مجددا تعتبر مهنة موسمية أنا إلي خمسين سنة تقريبا في المهنة خمسين فيه أولاد أطفال كانوا يجيوا يشتر مني زمان هلأ اتجوزوا وجوزوا أولادهم ويجيوا يشترون عندهم أولادهم أطايف وفي الجزائر يسافر البعض من مدن مختلفة لمجرد شراء الزلابيا من مدينة بوفاريك الزلابيا المصنوعة من وصفة يقول السكان إنها قديمة تتنقلها الأجيال ماذا هذه؟ هذه زلابياة بوفاريك هذه هي الأسر معروفة محليا وعالميا وكان الناس تتبعى تحت الخارج وهي سبيسيال مو الناس حبها في رمضان وفي تونس تعتبر عائلة عبيد واحدة من أقلم العائلات المشهورة بصنع هذه الحلويات التقليدية خلال شهر رمضان حاليا هذه السنعة بدأت انقلض وراها بدأت انقلض بشكل غريب ناجم الدولة انقلضت 50% 60% انقلضت حالة نادرة جدا وفي لبنان يعتبر الكلاج من بين الحلويات الشعبية خلال شهر رمضان وهي معجنات مقلية مليئة بالكريمة ومغموسة في شراب سكرية طرع الكلاج الحب بـ 90% وشعيبيات بـ 70% هذه من دون أشطر سيدة أنا ما بطلع عنه أنا كل ما عاشنا ما بطلع أربعة مليون الملفات هلأ أبدي أفل وإرجع وسواء تم بيع هذه الحلويات التقليدية بلمسة أكثر حداثة أو على وضعها منذ عقود فإن لذة شهر الصوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تكتمل بدونها يتوقع قبراء حيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا سلساء طقس حار نهارا على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الغربية فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على الأغلب الأنحاء وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وأيضا بعدد من العواصم المدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر